حيّى على الفنان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم في هذه اللحظات المباركة نحييكم من هنا من جوار الكعبة المشرفة من مكة المكرمة ونحن في هذه اللحظات المباركة ننقل لكم عبر شاشة القناة الأولى لتلفزيون المملكة العربية الصعودية شعائر الصلاة هذا اليوم الجمعة يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا كرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا إخوة الإيمان في كل مكان التعارف للتنافر أساس العلائق بين البشر وكل رابطة توطد تعارف المسلمين فيما بينهم هي رابطة يجب تدعيمها والانتفاع بخصائصها لأن هذا الدين الخالص أساس الأخوة أساس أخوة وثيقة العرى تؤلف بين أتباعه في مشارق الأرض ومغاربها وتجعل منهم على اختلاف الأمكنة والأزمنة وحدة راسخة الدعامة سامقة البناء لا تنار منها العواصف الهوجاء والأخوة في الله هي روح الإيمان ولباب المشاعر الرقيقة التي يكنها المسلم لإخوانه حتى أنه لا يحيا بهم ويحيا لهم فكأنهم أغصان انبثقت من دوحة واحدة يا أخي المسلم إن من حق أخيك عليك أن تكره مضرته وأن تبادر إلى دفعها ما استطاعت الآن إخوة الإيمان يؤذن المؤدن الشيخ علي أحمد ملة أذان صلاة الجمعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ت platه حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد أبيا ورسولا هكذا إخوة الإيمان في كل مكان أذن لصلاة الجمعة وهنا في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة يا أخي المسلم إن من حق أخيك عليك أن تكره مضرته وأن تبادر إلى دفعها ما استطاعت فإن مسه ما يتأذى به شاركته الألم وأحسست معه بالحزن أما أن تكون قليل الاكتراث لأن المصيبة توقعت بعيدا عنك فالأمر لا يعنيك فهذا تصرف ينبغي أن لا يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل لجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الأعضاء بالسهر والحمى رواه البخاري يا إقوة الإيمان في كل مكان الأخوة الكريمة هي أن تحب أخي المسلم أن نفع لأخيك وأن تسعد لوصوله إليه كما تبتهج بالنفع يصل إليك فإذا اشتهدت في تحقيق هذا النفع فقد تقربت إلى الله بأسكى الطاعات وأجزلها مثوبة قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميع ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ألن أرى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الدكتور الشيخ صالح عبدالله بن حميد يصعد إلى درجات منبر ليخطب بالمصليين خطبتي صلاة الجمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاح اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله بارئ البريات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحمده سبحانه وأشكره أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وكل شيء عنده بمقدار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وأكرم من مشى تحت أديم السماء اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه خير صحبٍ وآل من خير أمة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تجددت نعمة بعد نعمة أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله وبادروا آجا لكم بأعمالكم واستعدوا للرحيل فقد جد بكم فربكم لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدا فتزودوا من دنياكم ما تحرزون به أنفسكم غدا فرحم الله عبدا اتقى ربه ونصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته فالأجل مستور والأمل خادع أيها المسلمون آيات الله في الآفاق وفي الأنفس وفي السماوات وفي الأرض يمر عليها كثير من الناس وهم عنها مارضون نعم وآلاء تتوجه إليها البصائر والأبصار في مكنونات هذا الكون والظواهر والأحوال في تأملات واسعة الآماد ممتدة من المنشأ حتى المعاد فالأرض فراش ومهاد والسماء سقف محفوظ ومرفوع بغير عماد ظواهر عجيبة في تقلب الليل والنهار والفلك الدوار والرياح المرسلة والأمواج الهادئة والهادرة سبح من التفكر عظيم في هذا الكون الواسع الفسيح تفكر وتأمل يحيي القلوب ونظر وتبصر يستجيش العقول في بدائع صلع الله الذي أتقن كل شيء لينظر في آثار الربوبية وليكون التوحيد كله لله عباد الله وهذه وقفة مع نعمة واحدة من هذه النعم وآية كبرى من هذه الآيات أنعم الله بها على خلقه منها خلقهم وعليها أقام حياتهم وقسم أرزاقهم وهي بإذن الله سر الحياة ورد لفظها بمشتقاتها في كتاب الله أكثر من مئة وستين مرة تنزل من السماء وتخرج من الأرض وتتشقق منها الجبال وتتصدع منها الحجارة طالما تلذذ بذكرها الأدباء وتغنى بسلسبيل نظمها الشعراء تصورها يرتب القلوب وذكرها يهز النفوس بل إنها بإذن الله حياة الروح والبدن تلكم هي هذا السائل المبارك الطهور إنه الماء وقرأوا إن شئتم في كتاب الله وجعلنا من الماء كل شيء حي والله خلق كل دابة من ماء الماء من أعظم ما امتن الله به على عباده أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم إن ذكر الماء في كتاب الله بمفرداته ومكوناته من البحار والأنهار والسحاب يدل على عظم أثره في حياة البشرية هذا السائل المبارك هو أغلى ما تملك الإنسانية لاستمرار حياتها بإذن الله أدرك ذلك الناس كلهم كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم حاضرهم وباديهم عرفوه في استعمالاتهم وتجاربهم وعلومهم إن خف كان سحابا وإن ثقل كان غيثا ثجاجا وإن سخن كان بخارا وإن برد كان ندا وثرجا وبردا تجري به الجداول والأنهار وتتفجر منه العيون والآبار وتختزنه تجاويف الأرض والبحار وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض هو ماء الحياة لكل الأحياء على هذه الأرض بقدرة الله ماء فرات وماء ثجاج تحيون به أنفسكم وترويون به عطشكم وتطهرون أجسادكم وتصنعون طعامكم وتغسلون متاعكم ماء مبارك طهور يسقي الحر وينبت الزرع ويشرب منه أنعام وأناسي كثير وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليدكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا هو الذي أنزل من السماء ماء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ماء طهور أغنى الله به بني آدم عن الحرام والنجس في المطعوم والمشروب والدواء سبحان الله عباد الله الماء أصل المعاش وسبيل الرزق يقول عمر رضي الله عنه أينما كان الماء كان المال وأينما كان المال كانت الفتنة عجب العباد الله هذا الماء جعله الله وسيلة لحسن الثواب في الدنيا ففي التنزيل العزيز وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا كما أنه وسيلة عقاب على المذنبين المكذبين ففتحنا أبواب السباء بماء من همر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفي الآية الأخرى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا بل إنه من أعظم أنواع النعيم في الجنة للمتقين مثل الجنة التي يعمل المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وظل ممدود وماء مسكوب كما أنه في صورة أخرى وسيلة لعذاب أهل النار عياذا بالله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشل وجوه بئس الشراب وساءت متفقا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أيها المسلمون السعي في حصر خصائص الماء ووظائفه ومنافعه وفوائده تعجز الحاصرين فلا شراب إلا بماء ولا طعام إلا بالماء ولا دواء إلا بالماء ولا نظافة إلا بالماء ثم لا زراعة إلا بالماء بل ولا صناعة إلا بالماء لم تنقص قيمته لا بتقدم الإنسان ولا بتقدم الإنسانية ولا بتخلفها بل لقد زادت ثم زادت حتى صاروا يتحدثون عن الأمن المائي والصراع على موارد المياه ومصادرها ومنابعها الماء هو عماد اقتصاد الدول ومصدر رفائها بإذن الله بتوافره تتقدم وتزدهر وبنضوبه وغوره وشح موارده تحل الكوارث والنكبات قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وإنا على ذهاب به لقادرون أيها المسلمون والإنسان المعاصر قد وصل في استهلافه للماء أرقاما من الإسراف مخيفة وبخاصة ما يصرف في الاستحمام والمراحض وسباحة وسقي الحدائق وأمثالها وإن المستعمل في الشرب والطهي لا يتجاوز نسبة 2% إن توفير المياه وحماية مصادرها ورعاية محطات تنقيتها أهداف سامية لكل دولة فالمساس بها والعبث بها وإهمالها يشكل خطرا على أمنها وحياة وعاياها أيها الأخوة الأحبة ومع ثقتنا بربنا سبحانه وتعالى واعتمادنا عليه فهو سبحانه نصرف الماء بين الناس ليذكروا ولكن الأخذ بالأسباب والسلوك على نهج محمد صلى الله عليه وسلم في التوسط والقصد والبعد عن الإسراف هو المنهج الحق لا فضل للأمة لا فضل للأمة أن تبدد خيراتها بيديها ولكن الفضل كل الفضل أن تكون قوية مسيطرة على أمورها متحكمة في نظومها حازمة في تدبير شؤونها نعم إن الأمة تملك عزها وتحفظ مجدها بالحفاظ على ترواتها ومواردها والتحكم بما في يديها إن الأمة إذا وقعت في عسر بعد يسر تجرعت مرارة الهوان المصحوبة بحسرات الندم الإسراف يفضي إلى الفاقة وبالإسراف تهدر تهدر الثروات وتقوض البيوتات وفي عواقبه البؤس والإملاق ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون المسرف همته الوصول إلى متعته ولذته ولا يبالي لا بمصيره ولا بمصير أمته وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا عباد الله والماء مورد عظيم من أكبر الموارد التي تحتاج إليها كل أمة في كثير من ميادين حياتها ومعاشها ولقد جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم المحافظة عليه والاقتصاد في استعماله وتجنب الإسراف في استخدامه واستهلاكه في وجوه الاستخدامات كافة شربا وطهيا واغتسالا وغسلا وغير ذلك وتأملوا في سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد رواه أحمد ومسلم وغيرهما وفي رواية في الصحيحين كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضع بالمد